اشتركوا في القناة 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 وتبع تونس تطور العالمي هذا للمهنة الرقمية والعمل عن بعض لكن هالنجحة تونس فعلا في تطوير المهنة الرقمية والالكترونية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه ورقمنا كانت ماشي برشا مؤسسة كانت قادرة بش تنطش بش تصنع بش تبيع بش تصدر وهي الخدمة بتاعها يختموا بالدار وكذي اواقع ما نفتخروا بها كتوينسة اللي اليوم اللي عنا القدرات باش نتاقلموا لل اللي طلبوه مننا لكن هات نحطوا الامور في اطارها اللي تشوفوا فيه الكل هو النجم يقوله كان فمه مخطط اسمه بيك ريسيت في الفين وعشرين عملوا في دابوس اللي فاهمين اللي العالم قاعد يتغير ويتغير عليش على خطر فمه ثورة رقمية وهذا دي الناس كل تحكي علها وجيت في البلاتويت هذا وحكيت بش مرات الثورة رقية حتميا مش تأثر على على السوق للشغل وعلى مفاهيم الشغل ومفاهيم العمل ومفاهيم الاقتصاد مش تكون عندها اثر عميق وعميق جدا ولزمها نكونوا احنا واعين شنو اللي قاعدين يخطولوا واعين كيفاش احنا لزمنا انت اقلموس يخطو ونقرروا صغيراتنا ونحذروا صغيراتنا على خاطر اللي بشي يتمس اكثر على هما الجيل الجاي ولا الجيل الحذر اللي حتما هو فما توجه ماشين فيه اللي الثورة الرقمية جايبت لنا ثكي استيناعي اللي هو من شأنه يعوذ اليد العاملة ويعوذ البشر في بارشة مهن في بارشة وظائف بشي بشي بالتدرج تدرج لول اول حاجة هذو ما ماتين وخمسمائة والف خدام فرد بقعة وسترام معاش بساعدتنا لحكي هاي هذونا نعمل ونشوفوا كيفاش هما يوليوا يخطموا في الدارة دونك جيت ازمة الكوفيد مفتعلة ماش مفتعلة الله وعلم اذاك موضوع اخر وثبته اللي الاقتصاد العالمي قادر باش ينجم يتاقلم والتكنولوجيا موجودة والمعناها التكنولوجيا المعلوماتية والمتاع الكممينيكاسيون موجودة باش ثبته اللي قادرين نختموا من ديارنا هليش اللي يحبوهما والحاجة شدوا ديارنا الاقتصاد هذيه ورا اللي نجموا نختموا من ديارنا دونك ما عاش عندهم ما عاش يستحقوا بشكريو بالاسات وبشكريو محلات وبشكريو دونك اذلك ازاد اقتصاد له مهول وبرشة شركات اليوم قاعدين يسكروا ويرجعوا في الكروات متاحهم ويعطيوا يشريوا في بروات ويشريوا وورديناتورات ويقولوا كو قاعدت في الدار وخدمت دارك ما عاش يزيني يجيني كان وقت الحاجة وهذا عادت عنده خلفية وهذا عادت عنده خلفية الهدف اللي يمشين له هو حطك في الدار ومبعد نعوذك بماكينة اللي هو ذكي استيناعي ونحطك تقعد في الدار ونعطيك سكونا بالان ساليغ يونيفيخسال ووقحت مغير ما تعملي فوضة علش على خاطر الاقتصاد فما جزء صغير بش يستغل الثورة الرقمية بش يدخل منها اموال طاهلة وماذا بيه شعب الكريم شد الدار ويقات ونحطنا استمرد وانتهنا مثل نحط طعب النحط المترجمه من المزيد النتية العمل ص condem proyectت هل تقوم بحقية المنزل على السلطة أو حتى تنقل تستطيع أعطانها تحتاجها لتحديدها؟ أعطاً لا يحتاجها إلى 5% أو 2% لقد كانت المنزل أصبحت في ألف وحد في المتحدة أعطاب ألف في الدار وليس أعطي ألف في الدار نحط ألف في الدار وضع الأسر ويكون في أحد سنة هذا ليس بهذه الطريقة اليوم les chatbots sont capables de remplacer les réceptionnistes في l'hôtel, les commerciaux les experts les avocats, les ingénieurs les médecins هذا كل ce n'est pas le début de l'esprit يناك في конфérence في Lisbon يحكيونا كيفيش avec des chatbots عوضوا مليون ساعة عمل اللي هو خمسمائة عمل استغنوانا دك اليوم التواجه هذا ما نجريه ما هو العكاسات نحكيوه على الانكاسات بعد الفصل سي مهر نحن نفكركم لموضوعنا اليوم هو الوظائف الحديثة والرقمية حضر بحدنا سي مهر قعيدة خبير محاسب وأستاذ جامعي لا تبعدوش بعيد هنا رجعينا ما زلنا مكملي مع بعضنا منتا وحتك شلال نص في نهار اليوم نحكيو على الوظائف الحديثة والرقمية حضر بحدنا سي مهر قعيدة خبير محاسب وأستاذ جامعي نحن نحكيو سي مهر على الانكاسات متاع الوظائف الحديثة هذية على نفسية العامل وعلى حتى الاقتصاد وبعد شبا آخرتنا نطلع ونشوف في تونس رأيتهم المواطنين وإلى العباد المواثفين اللي يخدموا في الوظائف الحديثة والرقمية شنو ورايهم الإيجابيات وسلبيت متاع البظائف هذية تفضل سي مهر نبدأ بالوظيفة متاعك مرأي خلينا نسترس كفر اليوم نجمونا عملوا بالتصويرها متاعك بالصوت متاعك يحكي بلغة أخرى وعندو الضحكة متاعك هذي المزينة ويحكي معايا هنا كاذيف هو ستون إيماج معناها وانتي والجورناليست في البلاتو والكل مستغنين عنهم أما شكومشي حضار للخدمة لفتارة دي بللي سمحني شكومشي حضار للخدمة عندوش ماليك ماليك إلكتروني بشوالي عندو مليار دوات مستحقش ماليك بره ماليك ماليك مازيلت مترسمتش مسكين المعلومات الي عنده هو عندو أكسي للجورناليزم متاع مئة سنة ومئتين سنة لتالي معناها شوف القدرات الي عند ماليك إلكتروني ماليك الشخص لذلك اليوم يوجدوني دون جورناليس نلعجوا موجودوني اليوم معناها دون جورناليس وإنسان انا موجودين هذي الكل هلوضاق في هذا ملкол مش قاعدين نسترناه وعنا او في غير مزور بش أكسي بقدرات مليار مرة خير من الماليك ومن هاجر ومن مهر وهكذا لماذا صغيراتنا اليوم هما شنواء عادين هي الماكينة قاعدة تاكل فيها قاعد تستلهم فيها وعندهم قدرات فيهم واللي المخ مستلهم من الصور معنى المخ طاقة متاعو يواجهها اكثر حاجة باش يشوف بشقر العالم هو الصور هكذا عليش احنا الكن عينينا بلاحد وهما فاهمو كيسان كاباب دمانيبولي واستهواءو الشباب يسختو يواجهوه ايديولوجيكما دك لازمنا نفهمو اللي هادي مش حاجة نوتر هي فلسفة هي منهجية هي سياسة والسياسة هادي وراها شكونا نقل الترانزهومانيست هما الناس اللي عندهم ملياردوات اللي هما يحبوا يعيشوا مدى الحياة واللي هما يحبوا يستقبوا الثروات كل للعائلاتهم ووجهاتهم وماذا بهم يستغلوا الثروات والعيبات كيما يحبوهما بلدين فما بلدين سيمهر في إطار أنو الغازو هذي الإلكتروني بيش يخالي العباد مكن تخسر وظائفها ومكن تخسر الهومانيتين تاع الخدمة ماشين في أنو مش يعملوا قوانين بش يحدوا شوية ماذاكي الستيناعي والغاز والاستيناعي هذي خاليوا وذلك أنا أنا أعنا 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 سفى ست ولا ويته وانادي اللي أندوى فارس كنا نقلل أعنا أسمى آل نانالينيين الدوجيطال مهيم الدول الغير منحاذة في الثورة الرقمية مهيم لاني تابع شق هذا لاني تابع شق هذا الهوم امريكا والصين. والصين اخطر من الامريكا في رحكي هاتي. الصين حتى تشعب هالكل. تحت الهيمنة. تحت الحزب الشيوعي. انت بكلك تابعني. انت بكلك. انا وحياتك الشخصية والخاصة لازم نعرف عليك كل شيء. اي. وشنو اللي ماشين له. كل شيء مرقما. انتي معاش عندك حتى مجال تحورية داير في دافوس. قالوا اللي مجال الحورية لازم يولي ام بودي دو لكس. تحب لي من تكاشفش على حياتك شخصية تحب روحك حور ما نسمع عليك ما نعرف عليك حد شيء. خالص. اليوم يحب علينا كل شيء. يعرف علينا كل شيء. يشوف علينا كل شيء ويتحكموا فينا كما يحبوا. اليوم اللي خوف الموضوع هذا. اول حاجة سي لكاپاستي دو مانيبولation politique. مانيبولation اللي هما قادرين بيش يأثروا اكثر. احنا نخصيبوا احنا ربيو في صغارنا. مش احنا ربيو في صغارنا. ما كنا تربي فيها. او توجههم في افكارهم. اللي عاديوه مع هيا اكثر من اللي عاديوه مع نحن. وفما مخاطق. فما يسوا منيبولي بالتليفون واللي موجود في التليفون اكثر باللي. صوتو الليديولوجيات اللي بوثو فيهم. وفما صوتو اللي دا تاتيولوجيات اللي نحب نباها منها. ولووكيزم. مه هم. ومه هم. لالالالالالالالالالالالالا dystoppie. وداخوه. وتالشيط أقرأيال. أكبر تلاتية تقرأو عليهم. وكيزم. نبدلو التاريخ ونعود ونقرأوه. وقال شنوه وشوية لوادلة وداخوه وويد عاديوه وهمانيزم هو نفسخ لك تاريخ ونكتب ونواجهك دفرأهامن ، وخصير مغلال. الديولوجيا الثانية اللي هي دون قلنا الوكيزم وقلنا الترانسويمانيزم حكينا عليها اللي هي نحب نبدل البشر كي ما جاء عملها للموسك اللي هو عنده يظل عشر وثناشن صغير للموسك هو وجمعتو يجيبو بالعشر وثناشن صغير طالك نكملو احنا كاكا ان سنك سيت جنراسان طو يمكن خمستاش في المئة من الامريكا من متاعنا من جيلنا مجال عباد اللي تشبهون طالك مجالحكي حتى ولدو عطاش اسم عادي حتى اسم x y 2500 رشنا مشتفم ذي transhumanisme عندهم حاجة أول حاجة يحبو يعيشو مدال حيات ثاني حاجة يحبو اللي المكينة توتر في بدان البشر لكاليش نعمل البرجة نورالينك اليوم نحط لك بوس نحط في مخ ولدي ولا ولدك ولي عنده البوس أقوى هو اللي يفوز على صاحبه دونك اللي عنده الفلوس يشري ولي ما عندهوش مسكينه برا اليوم النجم جزء من البشر نعوض قاشنوبش نداوي بيه وصحيح النجم نداوي بيه مزادة في مجالات عسكرية اللي هي مختفية مختفية دونك الووكيزم الترانسيومانيزم اللي هي ديستوبي اللي هي ست نوتوبي فابريكي نعيشك في وهم في خيال اللي يينا نوجك وكايش تقول شعوب شباهم دخل بعضها شنية الثورية اللي خارجة شباهم الناس مش فرحانة هذيك الكل لازموا تفهم سيدلا منيبولاشن هالغاليين هذيه انتروتر فهموا اللي الأرض متنجمش تكون فيها ثمانية مليار دوات وتسعة مليار دوات وعشرة مليار دوات بي لازمنا نحدو من عدد السكان وذيه فما وراها فلسفة يسميوها الليوجينيزم اللي لازم نحدو من العدد البشر على خاطر الموارد قلة معاش تكفي هذا هذا الكل لازمنا هو المشروع هذيه شبابنا الكل نحبو المهم ونشكركم اللي احنا في اللي بلاتو لازمنا نحكيوا في المواضيع هذا ماذابية فما دي بلاتو يحكيوا شو معناها هوكيزم نحكيوا عليهم نحكيوا على الترانس يومانيزم ونتعمقوا فيهم باش خاطر اذا كان احنا الجيل المتاعنا مشواعي افايتخ مانيبولي يمانيبولابل واذا كان ما نفهموش هل يفهم ما اسكن نابل الديب فيك الفيك نيوز اكثر مجال بش يضربوه هو المجال المتاعك بتاع الاعلام اكثر مجال هو كيفاش نوجه بالاعلام كيفاش نعملو حروبات بالاعلام كيفاش نقلقو الثورة بالاعلام ما غير مها استعملت حتى السلاح هذي الكل اللي احنا تونس يجبنا نخلقوا المناعة متاعنا يجبنا نخلقوا اول مناعة هو الفضاء السيبرنائي ذلك وظائف اللي احنا نمنع الفضاء السيبرنائي متاعي اللي هي كل دولة عندها مجالات ببر وجو وبحر يجبنا يكونوا عندنا حدود نعسوا عليها في المجال السيبرنائي اكثر حرب اللي قادة يعملوا فيها هو الحرب في المجال السيبرنائي اللي هي تعم في روسيا انتروتر الجروب فاغنير هو اربعمية شركة تعم في التأثير السيبرنائي اربعمية شركة اللي هما يؤثروا في لزيلكشن في البولدين وفي افريقيا وفي اوروبا اللي هما الدقلوا مثلا في دخلوا في البيت دعليم دعما ينتقلوا topic الحرام تحفει اللي يxtonم بال ترافيق درم ترافيق درغ البلانشيمن درجان يخصيبوه مزيل يخدم بال بالوهد يخدم بالكريبتوموني ويخدم بالتكنولي لذلك هناك ميتيه الميتيه دوما ننواجه صغيراتنا دون التعليم داتا ساينس كودينج داتا عن صغيراتنا وكفايدنا متلوبة اللي ماشين فيه مطلوبين لكن مش بالكم والكيف اللي نحبوا عليه ماشين في الثنيت فشان المشروع الكامل هذي كل مازال مشروع ما لازمناش صغيراتنا المجال الرقمي لازمو يتحط في المجالات التعليم ككل تقرأ مدسيزمك تقرأ رقمنا تقرأ انجينيورت تقرأ رقمنا تقرأ اكسبرتيز تقرأ رقمنا تقرأ درواء تقرأ رقمنا هذي السكتور لازمو يمشي يمس الجوانب حياتنا المهنية على خاطر هكتشوف كل شيء اليوم كي نشوف احنا التعليمات نقريه بالتعليم متاع القرن العشرين هوني با فشما نقدمو كمان جماعة اللي هما سبيسياليزي في الدومان هوني با مجال إلا با الانفورماتيسيا الغلطة نحن قاعدين نفهمي طوال الفات اللي احنا فهمنا المسألة قاعدين نخدمو عليه نحن قاعدة تجري بخطوات مهولة نمشي بخطوات واحدة 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 باش احنا مع دول اخرى وحدنا ما نجموش كونهم دول اخرى اللي هي اوروبا افريقيا وامريكيا جنوبية لازمنا نتحدو في الوقات المتحدة باش نقولو لازمنا نحطو اه 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 اخلاقيات تحدد معناها التطورات في الثورة الرقمية احنا باش نحن ان احنا باش نحن نحن بانشي في الهان ممالاة وذا اه الام متحدة قاعدة تتحرك لكن الام متحدة يهايبنوا علىها الدول اللي قاعدة وانك تعرفين دول اووروبة زدنا قاعدة مش فرائدة احنا توقفين من فرنسا مضي روسي ام رسي اوروبا ما مع امريكا وقشنا في السقين لازمنا اول حاجة لكي سيكوريتئت في الثورة الرقمية التي تضر في البشرية، يجب أن البشرية يجب أن تبدل الفيزيونومية في 20-30 و يدخل دول كما البريزيل والهند والألمانيا والتونس والسعودية لكي نكون لدينا رأي في التطورات والتطورات العسكري. لذلك هذا هو مجال الدبلوماسي بمتياز. نحاولو نخدمو سيمان خطر بخسك الوقت دجا وفيه بلزوما جوز بربيعنا الميكرو تخطوار احتراما تاميلتها لخدمة الميكرو تخطوار جوز نسمعو بش نعرف بلزوما راي توينسا في الوضعف الحديثة والرقمية، سورتو في تونس وبعد الكوفيد. انتو ما تسمعو في الو اي اف ام سبيسيال مخشي دان فلوى كل هارتين مع هجر حنيشي. انتو ما تسمعو سيمان خطر دجا الوقت او فيه بلزوما راي توفان برش عبيد مثلا نقول لك بيهين الوضعف الحديثة والرقمية وحنا ماشيين في الثنية هديكة وثنية هديك بيهي وعنا برش كفاءة تونسية في تونس استخدمو حتى البره مطلوبة بالعكس ولو يخطفوا فيهم الخطفين ومعدش لقينهم في تونس ومانيش بش نلقاهم حتى اه ان بعد ما يقول لكم ام ابختو حتى كي تجي للخدمة وتحضر الخدمة اه به تخليك تتعامل مع العبيد اه اه لا في سوسيال متاعك تتطور خطر انتي كي بش توقع تخدم في الدار مسبيح اللي فم برش عبيد لاحظنا مثلا في البريود متاع الكورونا ولا يو عندهم اه يعني من دي بخسيان فما حتى دي سبيسيد صار وفما عبيد بطلوا خدمهم فر عبيد دخلوا في موجة نفسية محبطة خلين يقولوا واحنا ومعادش شوفوا في الحاجة البيهي اللي هي بلزوما نرمال ما حديثة هكا فما مستقبل وفما امل فيها هما ولا يوعدش شوفوا فيها الحكاية ديوش نختمو في النقطة هذي بشنا ن نجمو نكملو معاك سيمة فيزع فيزع فما توازنية جديدة قاعدة تظهر والتوازنية جديدة مش عملو اخلالات ولازمنا احنا نتاق المهم بيش نختمو لازم البشر يفهم لازمو يكون بلاستيك مع التكنولوجيا بلاستيك يقبلها في بدنو يقبلها في مخو يقبلها في توجهاتها بسيقطو سيقطو يواجهها ويفم مخاطر امتيح بيش نختمو لازمو نكونوا واعين يصرتوا واعين على المخاطر على شبابنا انتو انتو تحت السويسيد اليوم فما برشة الشباب ماشين السويسيد على خاطر الحكاية تلكم متنسوش اللي اللي لازمنا اوا الحاجة احنا كااااولياء ردوا بالنا ولازمنا مفماش هذي صغار عندهم تليفونات بالموت باسم تحت لازمهم الولدين يكونوا عندهم قطرة بيش يشوفوا على خاطر فما مخاطر عدة ما بين شباب بينيتهم نونك هذي الثورة اللي موجودة اليوم صحيح بش نختموه بالدار باهي اما لازم انكيليب نحتاج إلى المساعدة للنظام ونقوم بلد من فتنصرات المناطقية لن يجب عليهم التوازنين تحتاج إلى تونسنين مع الزيارات والموصفين ليس كما في أوروبا يتطلق حينهم في النظام السبور وعندهم 50 ألف عشر ونحن المستقبل ليس متهمة لذلك اليوم نستفهم الحال النفسية نحتاج لتوازنات ونعرفة التوازنات مختلت عرفة عليا حيث عديد كل وقت علي التليفون ومعارك عديد الوقت على الانتراكسن السوسيال معا شعدي الوقت على ذاتنا على les activités sportives et les activités sociales بي ينتيك ساحا سيماهر اللي خليك على توضيحات اللي قدمتك ان باحذينا سيماهر قاعدة خبير محاسوب بوا أو سيد جيميعي شوي أخر بشكون حاضرة باحذينا مادام أسما السيلمي مش نحكيو على لانتخوتين إذا كنت تحب تنجح في لانتخوتين تك عنا شوية نصاح لكن تشوي أخر ما تفعدوش بعيد هنا رشعين بعضنا من تواحاتيك شل نصف نهاجيب باحذينا مادام أسما السيلمي شعجيو تكوتنا لما مش نحكيو على لانتخوتين وقالة مقابلة العمل ديجا شنية هيا كيفش ناجم تنجح في مقابلة العمل أسكتنا جمتفهم روحك سالكتها ولا معاش حاجتن بيك ماذا بيك معاش تعتبول بلا سالك دونك هيت نبدأو معاك أسما السيلمي مرحبا بيك عايشيك Merci pour l'invitation عايشيك عايشيك اللي خليك هيت نبدأو نحكيو على لانتخوتين اللي نسكو تبدأ خايفة مرعوبة مرنوحاتي خلينا نقولو اللي هو لانتخوتين تاوى دونو جور في عالم الركrutمن والله يتعمل على دو پارتي معنى يا حيثيية الركrutمن يبدأ بانتخوتين préqualification IRH بعدي كا إذا كين توا ريوسي ال préqualification IRH بيك تعدل انتخوتين تكنيك opérationnel اللي هو معا الماناجر اللي بيشي قيم في justement لكامبتنس تكنيك انتوال خدمة بيانسور اللي بيشتخدمها وفاما بيانسور التس تكنيك إذا كين انتو منجح تشفي لانتخوتين لبريqualification لولا IRH راومك بيشتتعدى بيان يفيدانا للانتخوتين تكنيك إذا كين بيش نحكيو على الانتخوتين IRH اللي انا بالنسبة لي مهم برشا و اهم حاجة على خطر هو الپساج للانتخوتين تكنيك إذا كنت عدية في البروسيس ركوتمن لانتخوتين تكنيك معناها ديجا امانما انا ديتكت فيك انتي اللي انتي العبد المنسب في البلاسة المنسبة لانتخوتين دون بوش اهم حاجة حتى كين السيوي متاعك ممشيش يسيدي وما نجحت شفيه اما احنا رينا فيك امتاع عبد امانما ينجي ميكون معنا راهو اذي كا تصويرتك و اذي كا وجهك و اذي كا بيان افيدانا ممشي اكبر مني شركة هبية اللي نقول انا راهو ماهوش امتحان اول حاجة لانتخوتين ماهوش امتحان هو سي لفات ديسكوتين لبزوان ريسبكتف انا بش نعطيك شنوها عندي وانتي بش تعطيني شنوها طالب اوفخ اي دماند بش في الاخر انساليني بش نوصلوا الان الابجكتف الهدف معين اذا كانوا متقاربين راهونا بش نخدم بعضنا متحطش في بالك اللي انتي ماشي تساسي ولا ميت دي دكراه ولا وفما شكون بش يعمل الخير جستما بش يخدمك على خطر ماهوش جستما في الشركة اللي انجي مكون هو الو بي دي ج هما انتي بش عديلك انتخوتين الارهاج وفما بزوان فما بزوان فما حاجة للغسوخ سمان هذيك بش نجيبوك على خطر حط في بالك اللي هو عامل افخ وانتي جايب لتس تكنيك قد تربيب اللي عندك في كما في هشكل او مركواه حاجستما بالنسبة للبخاليفكاشن راهي لا كوميونكاشن الكونت كل شي همانما حاشتنا بالعبد هو همانما انساني تو البخزنس متاعه لمنير الدكوميكاشن لابتود 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 كيفاش يتصرف الاخلاق الپنكتولي تسعة لزمك تجي في وقتك ووش نقعد نستنى فيك ساعة ولا نساعة ولا تطلب بالتليفون تقول جاني أهلا غالب في المبطيج خاتر أجور دي احنا في عهد اللي احنا ونه فيه غنو نجي ونغتاق مي خلق نيش مع نتاق خلق هنا برجي ثور راني جي ما انغتاق فهمت دونك لازمك تكون پنكتويل على خاتر تضيع واقتين جمكونو بوراك برشا دي كنددات لازمك بيان إفدامن تحتارا مالكود vestimentار نحكيو عليه بالقدير أوفر برشا وبرشا ماكياج وميني جوب وميكرو جوب وروبا قصيرة برشا وديكولتي بالنسبة لبنت راه وموش هذيك اللي بش خليك تتعدى راه ومفره ما ما ينفعش بالحق ما ينفعش وبالنسبة زيدة للوليد ما فهميش علش بش نكون أوفر برشا في اللبسة متاعية بنتيت شميز سرويل وأنا ماشي محترم في إطار أني بش نعدي انتريتين مش امتحان من بعديك بالطبيعة بطبيعة الحال الاحترامي للشخص اللي قدامي اللي بش عديلي لانترتين هي أهم حاجة إنو إنا نكون بانكمنوكاتور راه هذي كزيدة تخدم عليها مع قرائتك انتي قريت برشا ديك الصحة جيت ماجور دو برومو راهك زيدة بش تخدم على المانيار دو كمنيوكاسيان بتاعك التيميديتي حطها على جنب مثالش اخدم على روحك وري روحك اللي انتي تارك فش تبيع روحك الماركتينك برسنيل الماركتينك بردوية الماركتينك برسنيل ونقولها ونعودها كما قلنا مرة لي فاتت ركت ناجم تجيب 18 دو موين أما ما تعرش تبيع روحك وما تعرش تحكي على نفسك وما تعرش اللي بش تخرجهم جوستمان راهو بش نحسو فيك اللي انتي روتيغة وعلى قد ما نحسو فيك خايف و روتيغة وما عندكش ثقة في روحك راهو جوستم بش نحسو اللي مكش بش تكون في البلاسة و التكنيك سا سبخون بعد نعلم كل شي أما لفات إنو إنا نحب نحطك في بلاسة نهاريخر في أي سيتيواشن بكتننت وإلا أي بروبليم نتعرض له إينا في شركة متاعي راني مش نلقى انبان كومنوكاتور هو اللي إنا ريتو في الانتخطين إلى غيوسيسة كومنوكاسن نان فيغبال نحكي وزيدة على ملمح الوجه نحكي وعالقعدة نحكي وعالطريقة تحريك ليدين على الظهر على البوستور على الدمارش هذا الكل راهو يمثل 93% من الكومنوكاسن و 7% فقط يمشي للكومنوكاسن فيغبال أنت شنوها بش تقول بطبيعة مهم برشة ما ينجمش ما تقول حتى شي ولكن راهو طريقك طريقة بساج لانفورماشن هي الكانت بخفيتمان بش أني نعادي لانفورماشن الحاجة الثانية إنو مش هو بركة راهو ليسئل الغكريتور رك أنت زيدة جاي هونية بوجه تتعرف علي البدارع يسئل فيه في سؤالت اينا نقول تشعلي يكلام بعمل بفيراس يقول م moleًا كшегоem کی overt Shim ministry محتم وعرفه هي وان وعرفه وان وان ما ش aptية سوالي سألني السألني على منطقة السألني على ثانجة السألني على منطرة السألني على التعبour سألني على مجهرة سألني جونا شهنتق approval السيارة السألograph السؤال Präsident يقول لك لا تحكيش فلوس من تاوة سياس مكتواري في الأخر بيانسور يسألك علي بريتانس سالاريال احنا الغلطة اللي نتحو فيها برشا والله هي كي بداش يختم معناها أول خدمة ليه ومهوش مبدل من الخدمة ومزيل جون ديبلومي والله يلي تعطيه وانا يخب فهمت؟ اللي تعطيه ومبروك الفايدة خدموني ليه با دوتو لازمك تعرف انتي قداش سومك ذدا في المارشي ولازمك تعرف انتي عندك تعرف قيمتك ولازمك تعرف انتي قداش ناجم تعطيه وقداش ناجم تجيبه ودوك انتي قداش تسوى عنه لازمك توريه قد قد انتي قداش تسوى سيخطو بالمانيار دو كومنيوكاسيان سيخطو قداش تسأل من سؤيل بيانسور مك بش تفدو في حياتك في حياتو هو بش يسأل بش تخليله لطان انو ياتي اسألتو الكل ويطرحها بطريقة إيجابية هو زيدة يزمو كون بروفاسيونيل مش نحكيو كان عالكانديدا وانتي زيدةو بش يقول لك عندك شي دا كيستيان تقولوش ليتو تكتليخ والله يسأل سؤالتك الكافية اني بش تخليك تختار الشركة بش تخدم فيها بطريقة ناجعة بيه توا بش نحكيو جستما على موش الخوافين اما اللي عندهم ثقة برشة في روحة راهو فما عبيد اللي غيو سيسأل انتختين خاطرهم خافو خاطرهم كينو يسر حاسين بالانفيريوريتي بغرابور للغكرتر وفما العبيد اللي حسو روحهم يسر سوپيريور بغرابور للغكرتر راهو فما خط جوية برشة شعراء بين الثقة والغرور فما شكون يجي يبدأ حاسب روحو اللي هو فما جعلت ان اتركوا من اللي بده وقت اللي احنا نحسو اللي ستون جامد سوپيريوريتي يستعمل فيها الكانديداء راهي زيدا هذي كما تمشيش يعني ناج ما قولك خلي عندك ثقةك في روحك على خاطر احنا لهن قعدين ان اشانج أما زادة في قفوك برشا وقت اللي يحس الركروتور اللي انتي تتشرط علي في برشا حاجات زادة راهو أنتبوس على بورت فهمتني يعني زوز حاليت لازم كتكون في الوسطية متاع الكامبورتما متاع العبد اللي مع العبد اللي قاعد يعدي لك في الانتخطيب فهمتني حاجة أخرى لفات انو العبد يبدأ يحكي برشا على البركور متاعو وينسى انو بش يحكي شنو عمل في حياتو خاتر بخزنت توى هو بش قولك قدم لي روحك أول سؤال ديك دي لامانيغ دان تشوى إفكاس بش تقدم روحك احنا جنرالما اسمي اسمه سلمي نسكن في البلاسة الفلانية عمره يدرا قدي هاوي نقريت هاو شنو وديبلوماتي وفيت لحكي لي متقفش غادي سوا بافار احكي احكي على روحك بكل ثانية وست اقول لك ما تحكي شيسر لنو بتبني تعاود لي موجود في السي في維ي يقول لك أن الثالثة لي موجود في السي في بيش ما تعملنا احكي فهم حاجات موجودين في السي في يومكن دي سوتيتخ لي انت عمرك مش تنجمتي لايديلو في السي في متاعك احكي على روحك انضيغان تري انتي سبنطانيما نعم سينا بسيس على روحك مانية أو بالسياسة على روحك. وأحكي على حتى الحاجات اللي أنت مغروم بيهم. متوصلش للغوكروتور يسألك عاللي ديفو وليكاليتي. وفهمة دي روكروتور ما زلو يسألو في سؤالتات ذو. ما ميسيلش على غالب. أما أنت متوصلش روحكين ويسألك شنو أبرابي لديفو متاعك؟ والله هو يسألو عاللي ديفو وي ديركت موش بشي قولو. والله قلب يحنين وبرفكسيونيست والله. أسما ديما ديما كنسرنو لديفو قلب يحنين وبرفكسيونيست. ماني عارو أسما تحب تقرأ ديفو تحب تقرأ كاليتي. الفيدا إنا ذكالي اللي ديفو متاعي. هيت أعطيني لديكاليتي. أمنظم نر قد بكري محليني أورغانيزين جي بكري. نخدم تحت استخيس نلبس بالكدين حم بومي وبابا. أسما في لديكاليتي اللي ستما توفش في لديفو. ألوغ لا ما نسمو كان قلب يحنين والله ينعطي تفقى برشة للعبيد وقلب يحنين. أخو أنت راهو كان تكون سنسار وتكون أنات وتقول للغكرتور غراني هنا جو نتخفاي باسو سترس. اللي هو ديكا ديما يقول نهراني جو نتخفاي سو سترس فما حد رو يخدم سو سترس. العبيد يقول بشتاخدم سو سترس بشتخرج من طاقتك الإيجابية ومعادش بشتعتي بخدوكتيفتي. قلوا مثالي شراني ما نخدمش تو سترس قلوا راني تطلع لي العصب فيسا قلوا اللي ديفو متاعك بيانسير غلي مش اللي ديفو سو سيال اللي عندك البرة فهمتني. دوك فما حاجات تكون فيهم أنات واحكي على روحك بطريقة سليسة واحكي على برشة حاجات انت عملتهم غير ما تكون تاكلوا بالكلم وانا 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 وانا. ليه في إطار المعقول وانتي قاعد تحكي على روحك قاعد تستعمل في بادي لانجوش لغة الجسد اللي هي تصويرتك اللي هي أهم حاجة أنا راها في اللي تحكي فيه الكل. راك تنجم تقوله تحكي وتحكي وتحكي وتحكي. أما السميمة يدي كاكيا وحاط سيق ع سيق وما بدلتش من البوزيسيون متاعك ما بدلتش من الغزرة عينيك ما عملتش الضحكة بار اكزامبل ما بدلتش في مهزيتش حاجبك ما تبسمتش ما رجعتش التالي ما قدمش القديم راو هذيك الكلو يخلي ديجا الركروتر تولي يأتيغ لاتنسيان يركز معاك يحب يكمل معاك. راهو ساعة ساعة لانتخوتين ساعة دوم ساعة ونص غانك خطر تقلب معاك شانتخوتين خطر وليو يحكي وبينة بعضهم خطر وليو يسر معناتها يلزان سيمباتيزي لدرجة انو الركروتر نسي من بيلو اللي هو يعمل في انتخوت تلمون سيتم بغ لغة اللي تعدى تقدمو في خيضام اللي تحكي في هذي الكلو بتاقي. شو نكملو فيه شوية شوية اخر قاعدين نحكيه كيفاش ننجمو تنجحو فيه لانتخوتين متاعكم ولا في مقابلة العمل وحضر بحدينا اسما سلمي شارجيرو كريتما وضوك بتبعدوش بعيد هنا راجعين. جعلي لكم جديد مكاملي مع بعضنا من تاوحتك شل نصف النهار ومزينا مكاملي مع بعضنا في النصائح اللي نجمو نقدموهم لكم باش نجمو تنجحو فيه مقابلة للعمل متاعكم ولا لانتخوتين عاي نكملو معكم دام اسما في خيضام في خيضام هذي الكلو وانتي قاعد تقدم في روحك بتبعها خاطر اذيك اوسع بارتي اللي بش نتوسعو بها خاطر لازم نعرف العاب اللي قاعد يحكي معي اشكونو فما حاجات انتي تنجم تكون عملتهم في الكاريير متاعك اما راهو اغوليجيو اابوليتيك لانتخوتين بش تدخل الشركة راهو لا فيها لا حيثيات ولا ابعاد دينية ولا ابعاد سياسية اذا كان انتي انتميت الحزب وإلا الى نقابة وإلا اي جمعية تبعى الغوليجيون رانا هذيكا ما نحكيوش فيه ينجم يكون علمك برش حاجات وينجم يكون انتي تعلمت باللي كمبيتنس واللي سوفت سكيلز الكل من التجربة هذيكا ولكن ما تعرش عال روكروتور كيفاش تواجهات وشنية؟ ما تعرش شنية تواجهات وكوسوسوات سده نحكيو عالجمعية نحكيو عالجمعية الرياضية وكل شي دونك لهنا نخلي ورواحنا ناتر نخلي ورواحنا عباد اللي رانا نبيعو فيه ام بخوفيل ماناش نبيعو فيه شخص نبيعو فيه البخوفيل شخص اذيكا توكيختم معايا تويجين بعض ونتعرف عليه هستيغا هوني يفهمت ذي كيستيان مبييج اللي نجم الريكروتور يسئلهم كيما مثلا انتي حتيت حاجات في السيفي بش يسئلك عليهم احكيلي عالكسبرينس بتاعك في الحاجة هذيكا نجم تكون انت عملت ستاج وستاج هذيكا جوستما ما مخدمتش فيه برشة متعلمتش فيه برشة حاجات اما انتي بيش تحطوه في السيفي متاعك انتي عملته سيفي فمادي ستاج زي داره اليوم يطبع لوراق ويجيب قهوة وذكا هو فهمت دونك الهناكي بش تحكي على ستاج كون قنات مسيلش ما 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 تشبتش ما تحكيش بالخايب على الشركة اللي عديت فيها ستاج ما تحكيش على التجربة اللي كنت خايبة وذكا ولي عمالي ستاج وبيه وعليه وكل شي تحكيش بالخايب كون قنات خاتر رون غوكروتور غيراء نهار اخر نهار اللي انتي تخرج من عنده شنو بش تقول عليه زيدا للشركة اللي بعدها برابي جزما في السؤال هذيك انتي بثلا كنت تخدم مع بيت خايبي ما عملكش بالقديم ما خلصوكش بهدلو بحالك مش نوش تقول الواقب مالي يجب نقول اونيت جزما جزما بش تكون اونيت بالطبيعة اما ما تنجمش تعفس فيهم بطريقة تخليل غوكروتور يقول سي ريد فلاك فهمتني بش تقول اللي يتعدى معاك صحيح اما فهم عبيد انتي تسألو على الاكسبرينسة هذيك هو يتسيب يتسيب يبدأ قلبو مع ابي مسكين سي فغي تجم تقول جي تقمال بي ما تعلمتش كنفنابلما اللي وعدوني بي في الانترتين دون بوش وإلا في الكنتخاء ملقيتوش وذيه بالعكس ينجم يواصل للغوكروتور راني انا ديجا واعي وفاهم لنغم دولا بي بروفسيونيل وراني نعرف وين نحط ساقايا صحيحة هذيه تقولوا اما تجبت العبيد باشخاصهم باساميهم الي يخدموا في الشركة هذيك وهم الي عاملوك بطريقة ما كانتش على اوتر راو ريد فلاك وشقول انا يجبت في العبيد معناه مش متاع ترح تقطيعو تاريش مش ترح تقطيعو تاريش ولكن تحكي على الاكسبرينس متاعك كيفاش سار معاها وإذا كان الاكسبرينس متاعك تعديت بيها عادية خطر فخصي ما بش نحكيو عليز اكسبرينس اللي قبل بش تحكي عليهم بالطبيعة بش تشكرهم بش تعتي انتي شنو اتعلمت بالضبط تعرف تخدم بلوتي هذيك نعرف نعرف ما نعرفش ما نعرفش راو كان تقول نعرف مثلا نخدم بلوتي اكسل افنسي نقولوا نحنا اكثر حاجة من الدولة ومبعدك اراو ديركتما بش يجيك يقولك اراك قلت في الانترتين الفيش هذيك اراه مهيش جوش بش نعديك مبعدك ازيد اراو بش نخدم بيها وقت اللي نعملك الانتغرش بش نعرف انتي شنو وقلتنا شنو نعرف نعمل اذا كان اندتكت فيك اللي انتي قلت غالت كل شيء في الانترتين راهو وقت الپيريود ديسيه اللي نصورا پا باليده خاتر نعرفو فما تلاثة شهور امتاع نجربو الكانددات كي يتغل يخدم معنا كين يل نفاليده پا لابراو ديسيه ينجم راهو نعملو لغزيلياسون ديكانتخة ويخرج يعني انتي تنجم ترهيسي الانترتين اذا كان تكذب و تعديها على الركruteر هما اخيو ببارش به بارش انك تتكنتر ملانترتين بلغتنا احنا هما اخيو ببارش انك تخرج بعد شهر على خاتر انتي نحكي على الحاجات الآخرين التي قمت بها في سيفي نحكي على بي بروفشيوني نحكي على بي أسوسياتيب حكينا فيها المرة اللي فاتت ونقولها ونعاودها تنجم تحكي على بي أسوسياتيب متاعك وتنجم تحكي قديش أنت عملت منها كارنيدة دغيس قديش عرفت عباد من ولايات من الجمهورية الكل قديش عرفت عباد الانترنسيونال راهو على قد ما تكون تعرف عباد على قد ما تكون سوسيابل وصوصيال وعبد يلسنتجر في دائرة المجتمع راهو نعرفوا اللي احنا انتو دون كنفانس خاطر مانيش بيش نتعبو معاك في الانتغرسيون بتاعك وراو الليوما في الشركات راهو الكمبتنس أقل أهمية من الانتغرسيون. راهنا نحب والعباد يكونوا صحاب مع بعضهم يخرجوا يفتروا مع بعضهم تبدلت راهو العقلية. ما عادش أدمنسترسيون برسنال لا اسموا جسين دي رسورس همين فمعباد تخدم دي رسپونسابل دي رسپونسابل دي رسپونسابل دي رسپونسابل رهاش دي رسپونسابل رهاش اللي هما يسهرو على العبد كيفيش كيفيش وحيفيش التأقلم متاعو في شركة يعني كنراك وتحكيلي على الانتغرسيون متاعك قد ديشك سوسيابل وقد ديش انتو ام سنتغري في المجتمع راني بش راهوك اللي انتو بش تسهل اللي العملية متاع الاستقطاب والانتغرسيون كلها وهذا اذا دل على شي يدل انو احنا اليوم اين عم لا فيا اسوسياتيف الكنت ورانا جيل اليوم ماني جيل ندبر خدمة مصمار في حيترا مانيش هكا احنا جيل متاع الستارتوب ومتاع الانترابرنارية ومتاع البيا اسوسياتيف ومتاع ومتاع الاتليه ومتاع نمشي نقرأ منا وانا بغالي الماستير وليسانس وسيكل دا انجينيور ونقرأو بريفي او ايتاتيك ونعملو كل شي راو فاما بوتانسيال كبير اليوم انا نحب نوصل صوت يخوي للدولة فاما بوتانسيال كبير متاع الشباب اليوم اراو مفتقين الدنيا من بعضها ويعملو في كل شي عاصر الديجيتال عاصر الماركتينج وعاصر الاغاش وعاصر الوديت والكونتابيليتي والانجينيوري والديفلوفمان وكل شي راهو عنا ما نقولو في رواحنا اي حاجة انتي خايف لتقولها على خطر تقول بلكشي مهيش تابع البوست كان انا مثلا انجينيور غايتي انجينيور انفرماتيك اي شنوه هو بشي استفاد الركروتور كان نحكي لو عاصر البيليتي متاعي ليه بطبيعة تحكي لو على كل شي وتسيمباتيز معه وتوف الحاجات السبسيفيك اللي موجودين في الشركة اخر حاجة نجمو نحكيو عليها لازمك تمشي للانتخوتين تعرف مع شكو نقاعد تحكي راهو ساعات نبدأ مبوستوليو بارتو كلمك بالتليفون هانا في اللوكاليزاسيان لو ايتك اليسا اعتين ان أو انا اما ثانين من نص نمشي انا وناناسي انا انباستوليوا acı ادراج مبسولي اعمال كنت اخيار شركة الان אותار يا احنا انه شنا ن اعلو plante اختيار وكيف تتعرف مع شكونك وشكونك 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 بالفيديو أبداً. خاصةً خاصةً لازمك تعرف إذا كان هما طالبين أم بوست متعابد إكسبريمانتيخ خمسة سنين وانتي جونيور جي تجي تبيع روحك انتانك جونيور وهم كلمو قالوا لك ميسيل لش نعملوا معك انتختيان نشوفوا وين يوصل بيش تبيع روحك بطريقة راني نتعلم فيسع راني نفهم فيسع راني النجم نخلي روحي فيسع فيسع جما دابت للبوست هذك بيش فيسع فيسع احنا تولي قولوا انتي بهم مجاني غالما نكون اللي عبادي يتبعوا وسعات يبدى مش مركز وقتا ما قول قائلين لك فش نجم نشمها خلي نقولوا احنا اللي انا غير مقبول وامرفوض فيسع 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 في قولنا شوف ما نجمش نقول لك اللي توا وصلنا المرحلة بخوفيسيوني اللي ركوتور الكل إذا كان نجو ولا نو جو يبعث لك اسك بش تتعدى ولا مش بش تتعدى مالوغز ما موجود انو بكمية الكانديدال يبدوا موجودين ساعات انو حتى كان امكش مقبول ما شوف هي سهلة برش اذا كان مش تتعدى الانتراتين تكنيك راهو موووش بش بتعليك راهو الانتراتين تغيب بش هو تحسوا اللي حاشتو بيك بش يكلمك بش يبعث لك ميل وقلا بش يقول لك بالوقت رو عندك تست تكنيك ولا انتراتين تكنيك وقلا بش يشوفك عبد اخر المناجر اللي انتي مش تكون معاه اذا كان ديجا ديجا في وسط الانتراتين حسيتو بدي يزرب بدي يزرب وفما سؤالات مسئلهم لكش ما قلقش حتى عندك شي دي كستيان وما بديش يحكي لك عال وما بديش يقناع فيك اللي بيليز avantagتو سيوم تاعنا واخناش نوا نوفرو للكولابوراتور متاعنا سكو انت تنجم تبدأ تفهم اللي هو ما هو موووش حاشتو بيك برشا تنجم تعدي جماعتين تستنى في غيبانس ما ديكش غيبانس تنجم تعمل لهم ميل بيانسور تسدالي فون تقولوم يخي اناوين وقت ترقلو الكرك مالغوز ما اسفلمت انجح في نص دقيقة أخرى على شهرية أسما فما عبيد ما فان كما قلت أنت يا عبتول لوتا بارشاك كيفيش إذا نجم نطلب حقي من غير ما الغيكروتور يقولك كذي شنو يسخير روحه يعني نطلب شهرية أنا مخاطر أنت أبخده بشتمشي بشتسأل قبل الشهرية قديشتخالص وإننا بالكمبتنسي بتاقي قديش نسوا في السوق الشرك شوف هو فما سؤال الغيكروتور ساعت ما يسألوهوش شني الفالور أجوت متاعك لشركة متاعنا إذا كان ما سألوهوش إنتي بش نيغوصي بي في السالير متاعك شنو والفالور أجوت متاعك بش نزيدك خدمة بش نزيدك كمبتنس أبا بش نزيدك زي دابرج حاجات أخرين أعطيه ردتبلو أعطيه سلسلة من الفالور أجوتة اللي إنتي تنجم نزيدها لشركة وحكيلو على لفايت دسالينيه أمك المخشي أعطيه دس إجزمبل قلو روحهو هاو أنا كيفيش مطلوب في شركة بيانسور اللي إنتي تقلو روحهو إنا تطلبت بطرقة دي سوم في شركة وين أراني قاعد نعمل في الكامباريزان بين لي دوه بارتي شكون اللي تعطيني ساليخ أكثر ودزavantاج سوسيو أكثر بيانسور ما لزمكش تقول تحط في بيل اللي إنتي همك كيف ساليخ يهمك زيدة في الانتوراج وفي الكانترات وفي السكتور وكل شي تعملو الكامباريزان تقلو هاو إنا شنو أنا سوا مغير تكبر بالطبيعة ومغير ما تحسوا ويهده كيالي سيبانه في دمان نيغوشيابل هده يمان مكسيمم هده يمان مينمم وديما أعطي فورشت من إله بيانتك ساليخ أسما الله يخاليك مرسي على التوضيحات هده القول كنت معنا أسما سلمي شرجي ركوتما مرسي الملك معلو في العديد مرسي لنور في الأخراج مرسي زومالي إنا في إيافام التبع كنت معكم هجال حديشي باي باي في لامير